نعم. آآ ماذا لو? آآ. انت اشتغلت مع المخرج عمل واتنين وثلاثة وفجأة كده اتعرض عليك من نفس المخرج ورق كتوبة ما عجبتكش. هتوحرك تقول له كتوبة وحشة ومش هشتغل ولا هتكمل عشان خطر المخرج. لا. انا دايما اجيب لك الاسئلة الصعبة. لا 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 هكلمه. هكلمه بامانة. يعني هنبدأ نتكلم لان ده مهم ده موضوع دور مهم جدا. يعني لازم يكون فيه علاقة ما بين الممثل والمخرج. في ان انا يعني مثلا. حضرتك هتقول لي اعمل الشخصية دي. هخطح هقراها. هستأذن حاجة قليل ممكن بس. حضرتك ممكن فالحطة دي الدراما تحتاج كذا. نعلل منطقة دي نقلل منطقة دي نخلي كذا نخلي كذا. حضرتك اقتنعت شيء جميل. ما اقتنعتش واصريت على رأيك قدامي حلين. اما ان انا وافق واعمل الشغل واختبان انت مسئول مسئولية كاملة. وتتحمل النتيجة عند الجمهور اللي ممكن يلومك وفي اللحظة اللي حينومك في الجمهور حاجة قدامهم كده في كواليس وقل انا قلت للأستاذ كذا كذا. وحصل كذا كذا. انا بحب اكون صادق وشافتك. انا بحب اكون امين في الموضوع ده. ها بحب اكون امين جدا. ماهداء ده من ضمن من ضمن الجمال في التعليم الحلوة الاخلاص في العمل. انا على فكرة التمثيل بالنسبالي هو عملي فبالتالي لازم يبقى فيه اخلاص في العمل. لان ربنا هيسألني. لان اي عمل حيتعرض على الناس هيطلع على الناس هنا والناس تشوفه. الناس لو ما استفدتش منه بعمل خير انا هزعل. لان انا حبقى انا بوصلهم كلمة. يبقى لازم فيه نصيحة او فيه تحذير من عمل شر ما بلاشه. فبالتالي المناقشة مع المخرج بالعكس ده شيء صح جدا. ده السيناريو كمان. اه والمخرج لو شاطر يستقبل ده بشكل جيد ويبدأ يناقش بالعكس. فالمخرج مفروض يفرح لما يلاقي عنده ممثل لديه حالة من الوعي والثقافة اللي تخليه يرسم معاه بناء الشخص اللي هو بيعملها.